أأخذ لكم أنموذجاً على سبيل المثال قرأت عليكم من الجزء الأول وهأني أقرأ من آخر جزء من الميزان من الجزء العشرين بحسب الطبعة التي أشرت إليها كي تعرف أن القذارة موجودة في هذا الكتاب من أوله إلى آخره وأن الكتاب من أوله إلى آخره لم يغادر فناء الشيطان في الجزء العشرين صفحة 458 وتحت عنوان بحث الروائي في تفسير القم في قوله تعالى والتين والزيتون التين المدينة المراد المدينة المنورة والزيتون بيت المقدس إنها سورة التين بعد البسملة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين في تفسير القم في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين التين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور سينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة هذا جاء في أحاديث العترة الطاهرة يعلق الطباطبائي أقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يخلو من شيء يعني هناك إشكال على هذا المعنى ولا يخلو من شيء لا يخلو من شيء من الإشكال هو يقول بأن الروايات وردت عن موسى بن جعفر عن آبائه عن النبي هؤلاء هم أهل القرآن وهم يقولون من أن قرآنهم يفسر بهذه الطريقة فهل أنزل القرآن عليك يا أيها الطباطبائي سيقول قائل من أنه لا يعتقد بصحة الروايات ما هي هذه المشكلة ما هي هذه المشكلة عندهم عداء مع الروايات يبحثون عن أي مبرر لتضعيفها وفي بعضها في بعض هذه الروايات أن التين والزيتون الحسن والحسين والطور علي والبلد الأمين النبي يعلق على هذا فيقول وليس من التفسير في شيء هم الذين يفسرون قرآنه جناب الأغى أهطبا طبائي يجعل حقيقة التفسير تصدر عنه القرآن واضح وما يعلم تأويله وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم أما أولئك الذين في قلوبهم زيغ من أمثال الخوئ من أمثال الطباطبائي فإنهم يصبحون مفسرين للقرآن بحسب آرائهم بحسب آرائهم الخرقاء أعيد قراءة كلامه أقول هو الطباطبائي يقول أقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يخلو من شيء فيه إشكال هناك شيء معيب في هذا التفسير وفي بعضها في بعض الروايات أن التين والزيتون الحسن والحسين والطور علي والبلد الأمين النبي وليس من التفسير في شيء وفي الدر المنثور للسيوطي أخرج ابن مردوائي عن جابر ابن عبد الله أن خزيمة ابن ثابت وليس بالأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البلد الأمين فقال مك ولم يعلق بشيء إنه قبل الرواية عن الدر المنثور هذا مثال وهذا المثال ستجدونه يتكرر دائما على طول هذا التفسير القدر أتحدث عن تفسير الميزان هذه وسائل تدمير المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة دمرت المنظومة التفسيرية الأصل بهذه المنظومة التفسيرية المسخ بمنهجية الخوء وآرائه وتفسيره وبمنهجية الطباطباء وآرائه وتفسيره روايات عن الأئمة حتى إذا حكمنا بعدم صحتها بحسب قذارات علم الرجال الحكم بعدم صحتها لا يعني أنها لم تكن قد صدرت عن المعصومين بدرجة مئة بالمئة احتمال الصدور وارد وقائم بحكم العقل وبحكم الواقع لكن بحسب قواعد علم الرجال وقواعد علم الحديث صارت هذه الروايات ضعيفة وعمل على هذا الأساس المفسرون الطوسيون فاحتمال صحتها قائم إذن احتمال أنها تفسير صحيح للقرآن قائم فلماذا أقدم تفسيرك يا أيها الطباطبائي وأنت ليس مصدرا من مصادر التفسير ولماذا أقدم تفسيرك يا أيها الخوئي وأنت ليس مصدرا من مصادر التفسير مصادر التفسير الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أما أنتم أنتم مصادر الهراء أنتم مصادر الخراء أنتم مصادر الجهالة أنتم مصادر السفاهة أنتم مصادر طاحت حظن أو طاحت صبغن أنتم مصادر هذا يا مراجعنا الأجلاء ويا مفسرين العظماء ماذا تقولون للطباطباء وهو يفسر الآية الثانية والأربعين بعد البسملة من سورة آل عمران إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث من تفسير الميزان من الطبعة نفسها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين في الصفحة الخامسة بعد المئتين انتبهوا للآية وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين ماذا يقول الطباطبائي في تفسير هذه الآية وأما ما قيل إنها مصطفاة على نساء عالم عصرها هذا هو قول رسول الله هذا ما هو قول أحد من الناس حتى هذا التعبير وأما ما قيل تعبير قبيح معروف بين العلماء ومعروف بين الكتاب القدماء على الأقل من أنهم حينما يقولون قيل كذا فإنهم يقصدون من أن القول الذي يسبق بقيل يقصدون به قولا ضعيفا فيقولون في المسألة أقوال القول الأول كذا والثاني كذا وقيل كذا وكذا وقيل تشير إلى أن القول الذي يأتي ذكره بعد قيل إلى أنه قول ضعيف وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء عالم عصرها وهذا قول رسول الله فإطلاق الآية يدفعه ليس صحيحا لأن الآية مطلقة يا أيها الأخبار كلام رسول الله تفسير للآية حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يا أيها العارف الأخبار يا أيها الحكيم الأثوال يا أيها الفيلسوف الأخوة يا أيها الطباطبائي كلام رسول الله هو تفسير للآية يكون حاكما على الآية كلام المفسر يكون حاكما على المفسر دين النبي وآل النبي هو الذي يقول من أن سيدة النساء مطلقا فاطمة أما مريم سيدة نساء عصرها سيدة نساء عالمها هذا منطق محمد وآل محمد وهذا المنطق هو الذي يفسر القرآن والمفسر حاكم بتفسيره على المفسر والقرآن هو الذي حكم بهذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم الله حاكم على قرآن محمد وآل محمد حاكمون على قرآن هذا هو قرآن الذي أنزله الله عليهم إنا نحن نزلنا الذكر نزله الله على محمد وآهل محمد وإنا له لحافظون حافظون عندهم فحقائق القرآن عندهم وليست عند الطباطبائي وليست عند الخوئي وليست عند الطوسي فماذا تقولون لهذا الهرائي ولهذا الخرائي الذي يسمى تفسيرا لا أريد أن أذهب بكم طويلا في بقية الحديث لأنني تحدثت عن هذا الموضوع مرارا وكرارا في برامج في البحث الرواي الذي يبدأ في صفحة 233 لم يورد الروايات التي وردت عن محمد وآل محمد في أن فاطمة سيدة نساء العالمين ومن أن مريم هي سيدة نساء عالمها لم يورد هذه الروايات وإنما أورد الأحاديث من كتب المخالفين التي تشير إلى أن منزلة فاطمة الزهراء دون منزلة مريم على سبيل المثال ما جاء في رواية أخرجها ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال قال رسول الله فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلة فمريم أفضل من فاطمة وآسية زوجة فرعون التي ليست معصومة هي أفضل من فاطمة وخديجة التي ليست معصومة هي أفضل من فاطمة فمنزلة فاطمة هي في آخر المنازل ماذا تقولون للطباطبائي هذا أتلومونني حين أقرع هؤلاء بالكلمات النابية هذا كذب على رسول الله الأكاذيب يثبتها وأحاديث أهل البيت يتركها ويقول ما هي من التفسير ثم يقولون لنا بعد ذلك على لسان مرتضى مطهر مثلا من أن أكثر تفسير الميزان إلهامات غيبية هذه الإلهامات الغيبية من أين تأتي لهذا الملهم العظيم هل تأتيه من فوق أم تأتيه من تحت هذه الإلهامات الغيبية من طيع الله حظكم وحظ إلهاماتكم الغيبية وصخم الله وجوبكم وهذا التفسير وهذا القرآن الذي نزل على محمد وآل محمد وبايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم فقط وهذا التفسير المأخوذ منهم فقط منزلة فاطمة هي في أسفل المنازل وأدنى المنازل هنيئا لكم يا أيها العرفاء يا أيها العرفاء الشامخون يا أرباب القلوب هنيئا لكم يا أهل الله طيح الله حظكم وحظ ابن عربي ابن عربي هو الأساس في هذا التفسير ابن عربي أساس فكري وعقيدتي محمد حسين الطباء طباء نذهب إلى فاصل